حول هذه التصريحات معنا من تل أبيب سيد مردخاي كدار رئيس قسم الدراسات الشرق أوسطية في جماعة بار إيلان سيد كدار يعني تشكيل الحكومة الجديدة لن يسهل التوصل إلى سلام هذا كلام أوباما ولكن ليس كلامه فقط الكل يقول ذلك خصوصا بعدما أعلن عن تشكيل هذه الحكومة حكومة يمينية إلى أقصى حد تعليق يا أخي كانت في إسرائيل حكومات يسهلية ويمينية ولم تمدي الكادية الفلسطينية حتى ولو شبر واحد إلى الأمام ليس بسبب إسرائيل بل بسبب التعاند الفلسطيني الذي يعلمه الجميع ولكن أعتقد أن الرئيس أوباما أيضا سيعلم في المستقبل القريب أن الحل الوحيد الذي يمكن مشاهدته على أرض الواقع هنا هو الحل الثلاثي بمعنى دولة إسرائيل دولة في غزة ودولة في الدفا الغربية هذا هو الواقع وأنا لا أرى أي إمكانية لرأب الصدع بين الفلسطينيين وأعتقد أن الطلاق بين غزة والدفا هو طلاق بائن ولذلك على الجميع أن يتمشى مع هذه الحالة على الأرض يعني الفلسطينيون سيد مدرد عفوا عفوا سيد كدار يعني الفلسطينيون يتحدثون عن أمرهم أنا أسألك عن الداخل الإسرائيلي فبالتالي حكومة بهذا التركيب دعني أكرر لك الأرقام الموجودة في تشكيلة البرلمان يعني 11 عضو من شاس 15 من إسرائيل بيتنا حديث عن البيت اليهودي حزب متطرف يميني له ثلاثة نواب يعني الإجمالي 29 نائب يمثل التطرف بجانب اللقود الذي يمثل 27 يعني أغلبية المتطرفين في الحكومة أكبر إلى أين تتجه هذه الحكومة وهي واضحة المعالم حتى الآن كيف يمكن أن يكون هناك سلام معها يا أخي ربما لم تسمع ولكن في الليلة المادية قرر خزب العمل الاندمام للحكومة وبهذا هو سيشكل وزنا في مكابل اليمين المتطرف المتمثل بحزب إسرائيل بيتنا وهو أيضا يجب أخذه في الميزان الحكومي ولذلك الحكومة ستكون ربما أكثر توازنا عندما يندم حزب العمل إلى هذه الحكومة كلبا وكالبا ولذلك لا يجب اعتبار هذه الحكومة كشعرات لهذا الحزب أو لذاك لأن المجموع الذي يدوم حزب العمل وحزب الليكود وحزب إسرائيل بيتنا أيضا هذا هو ما يدور في إسرائيل وليس هذا الحزب مفرده يجب مشاهدة الصورة كمجمل وكمجموع لجميع الأحزاب التي ستكون في الحكومة أنت أشرت إلى حزب العمل سيد مردخاي وهو حزب العمل له 13 في البرلمان تحديدا إلى أي حد يمكن أن يؤثر وهو أقلهم يعني إن لم يكن الأقل في هذه التشكيلة إذا كورنا بإسرائيل بيتنا 15 شاس 11 العمل 13 كيف يمكن أن يؤثر إذا انسحب هذا الحزب من الحكومة ستفقد الحكومة الأغلبية في الكنيسة وهذا هو العمل العصى الغليظة التي يتمسك بها حزب العمل العمل بالرغم من صغاره فليس هناك حكومة دونه وهذا هو الرافعة التي تمكنه من ممارسة الدعوط على الحكومة لإتجاه اليسار السيد عريقات اليوم يعني صاب عريقات يقول يعني نريد عمل لا نريد أقوال وهناك تخوفات بمعنى يعني الإذاعة الإسرائيلية مصدر إسرائيل يقول أن نتنياهو أبرم اتفاق سري مع حزب إسرائيل بيتنا بتوسيع مستوطنة معالي أدوميم في الضفة الغربية شرط أساسي للسلام أن يوقف مسألة الاستطان وشرط أساسي لانضمام حزب إسرائيل بيتنا أن يتم توسيع للاستطان وقد بدأ بالفعل بمستوطنة معالي أدوميم فكيف يمكن الحديث عن سلام في ظل هذه السياسة كما تعلم مالي أدوميم لم تكم على أرض تابعة لأي فلسطيني هذه أرض مفتوخة ليس عليها أي سيادة لأي دولة في العالم ولذلك لا يمكن أن تعرف هذه الأرض كأرض مختلة لأن ليست هناك دولة في العالم اختلت منها هذه الأرض ولذلك أعتقد أن يجب ملأمة التعريفات عندما نتكلم عن الاستيطان أنا لا أؤيد الاستيطان على أراضي خاصة لأناس فلسطينيين ولكن إذا أكيمت مستوطنات في الأراضي المفتوخة ليس هذه أرض مختلة حسب الاعتراف الدولي لأرض مختلة ما هي حدود الاحتلال بالنسبة لتعريفك سيد مردوخيك دار عفوا أن أنا أتدخل معك ولكن ما هي حدود الاحتلال بالنسبة لك يعني ما هي النقطة التي تقول بعدها هناك أرض مختلة وقبلها هناك أرض غير مختلة طالما أن ليست هناك سيادة من ناحية الدولية سيادة لأي دولة على منطقة لا يمكن تعرفها كأرض مختلة ولذلك حدود الاحتلال هو حدود الاستيلاء على أراضي خاصة لأشخاص يعني من ناحية الملكية ليس من ناحية السيادة وأنا لو أيد بالمرة الاستيلاء على أرض مملوكة للعرب الفلسطينيين هذا ملكهم إلى الأبد الأبدين ولكن الأرض المفتوحة التي لا تطبع لأي شخص هي من الصعب تعرفها كأرض مختلة لأنها ليست تابعة لا لأشخاص لا لأشخاص ولا لدولة لأن الدفع الغربية لم تطبع في أي وقت من التاريخ لأي دولة أخرى طيب يعني هناك نقطة تتعلق بتصريحات نتنياهو اليوم هو يقول يعني مسألة السلام ستتم ولكن ليس بشكل آني يعني ليس بسرعة وإنما تأخذ وقت وضمن سياسة التوليفة الجديدة هل لوصفت لنا هذا التصريح تحديدا يعني كله تناقض التصريح كله تناقض في بدايته لا أعتقد ذلك نتنياهو يريد خلق نوع من السلام الاقتصادي مع الفلسطيني بمعنى إدارة الحياة اليومية التي تمكن الفلسطيني من العيش بكرمة وبسوعة مكبولة دون الحواجز على طرق ودون عمليات إرهابية داخل إسرائيل بمعنى تهدئة بالمعنى الاقتصادي لهذه التهدئة التخريبة والاقتصادي معنا بمعنى عدم المساس بالمشاكل الكبرى مثل الكدس واللاجئين والحدود المستقبلية بين الدولة أو الدول الفلسطينية وبين إسرائيل لأن هذه المشاكل الكبرى تمثل ألغام في المديك كودومان أو في الطريق للمديك كودومان لتطبيب الحياة اليومية في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية وكما أعتقد نتنياوي يريد أن يخلق نوعا من التعايش مع الفلسطينيين وعدم التعرض للمشاكل المصيرية الكبيرة مردخاي كدار رئيس قسم الدراسات الشرق أوسطية في جماعة براء لان شكرا جزيلا